المسجد الاقصى القدس حاجة والمسجد الاقصى حاجة وقبة الصخرة حاجة لان الناس مش عارفة الفارق الغد واتي بين قبة الصخرة ومش عارفين ان قبة الصخرة ده مسجد جوه المسجد الاقصى قبة الصخرة والصورة الاولى من المسجد الاقصى عملهم عبد المالك ابن مروان وطبعا مش عايز بقى اقول كلام يؤخذ اللي عايز يعرف رأيي في عبد المالك ابن مروان يشوف كتاب شجون عربية وشجون تراثية لان عرضت فيه الكلام ومش عايز استعمل المفردات من اللي بيرفع عليها القضايا بس يا عنا في حد عايز على عبد ملك ابن المروان ده ده راجل سافل لا انا مقصدش انا 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 غلط انا اغلط عارف ليه لانه هدم الكعبة مرتين مرة وهو امير ومرة وهو خليفة وانا يا استاذ عمر يعني لان يفزعني نصلح للشباب علشان الناس بس الشباب على التويتر بيحطوا الصورة اللي قدامنا دي عشان نشوحلهم دي قبة الصخرة بنيت ان ده مش المسجد الاقصى بنيت اولا لتكون غمز يوجه به المسلمين بديلا عن الحج خلاص ودهبها فعلا وكان يتصلى فيها وبعدين جان بيها لان المكان صغير وكانوا بيطفوا حواليها بالمناسبة او كان عايزهم بيطفوا عليها وكتير من مش الصحابة بقى التابعين قالوا الكلام ده كلام فاضي وابن تيمية حتى قد ده كلام فاضي التاني بقى يا ريت يجبونا الصورة التانية للمسجد الاقصى ده المسجد كان كان مصلى مصلى يعني حتة ارض كان فيها يعني اجلكم الله زبالة وروث بهائم وكده لان كان فيه طوبة باقية من الاثار اليهودية القديمة فكانوا المسيحيين في الزمن المسيحي للمدينة بيرموا عليها الزبالة فاجه عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب الخليفة رجل محترم وعنده خبرة بالتراث اليهودي وكان قبل الاسلام اكثر جلوسه مع اليهود معروف ولما لقى الناس بتكتب الاحاديث السامنورية نهاهم وقال لهم امثنات كامثنات اليهود يعني هنعمل المشتة تاني نضف الحتة دي ساحة كده مصلى فيها وبعد كده عبد الملك ابن مروان واللي جون بعده كبروا الجامع لان بدأت افئذة الناس تهوي الى هذا المكان ومن هنا بقى او من ايامها تم لقط الحتتين اللي مزعالة من الناس انه يربط الاسراء بالمعرج والقصة الطويلة دي اللي اللي عايز يناقشها يشوف الكتاب انا يعني هبطل اتكلم في الكلام ده فهذا المكان الاشكال فيه ايه ان اليهود بيقولوا هو واحد وثلاثين الف متر مربع هم هم هناك بيقصوا بالدونم دونم فالتلاثين او الواحد تلاثين دونم دول اليهود مأهورين بقالهم الفين سنة بيصلوا تجاه القدس علشان يعني بيقولهم انه سليمان الملك وناخد برنا من الفجر سليمان عند اليهود ملك مش نبي عندنا احنا نبي عندنا احنا سيدنا سليمان بالزبط وطبعا ورد في القرآن والقرآن على عندنا ورسلهم انما في التوراه حاجة تانية مش كويسة او يعني بس ملك وهم بيعتزوا بيه علشان وصل المملكة المتحدة يوزر السامرة على ايد ابوه طبعا داود وهو ورسل فعزين يعمله هيكل يعني هيكل يعني معبد كان مساحته حوالي متين مت تخيل سنة تمانية واجبعين لما كان في ناس كتير بتفهم في مصر وفي البلاد العربية وقلنا تعال 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 عايزين ايه ما فيك نيسة القيامة هي وفيك جامع اللي بناه الامويين ونعم المعبد دا طب ما عندنا معبد في قلب القاهرة ومعبد في قلب اسكندرية الدينة ما تهددش يعني